بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو النهاردة عن ازاي تغفل عجبات بتاعتك وكمان اي تفاعلات لك في الفيسبوك عن الاصدقاء اللي موجودة عندك وهي حد موجود في الفيسبوك فاحنا هنا بندخل في الفيسبوك وبعدين هنا بتروح على القائمة اللي فوهة على اليمين دي بتنزل تحت كده بتروح عند الاعدادات والخصصية وبعدين الاعدادات اول حاجة هنفعل الخيار مهم جدا الاول وبعدين نفعل الخيار اللي احنا محتاجينه فانت هنا بتنزل تحت كده بتروح هنا على المتابعون والمحتوى العام عندك هنا مانا لازم يمكنه رؤية الاشخاص والصفحات اللي هي دي بتدوس عليها كده وتخليها انا فقط ودي مثلا لو انت عامل متابعة للشخص او للصفحات فمش هيظهر انك عامل اعجاب او عامل متابعة للاصدقاء اللي عندك بعدين بنرجع وراء بتطلع فوق كده هتلاع عندك هنا خير رسم التحقق من الخصوصية بندخل عليه بعدين هنا تفضلاتك بشأن الاعلانات بتدوس هنا على المتابعة بعدين بتدوس على التالي بتفكك من كل ده بتدوس على التالي برضو هنا عندنا الخير المهم اللي احنا عاين فعله اكيد شفت المنظر ده وانت بتقلب في الفيسبوك مثلا يظهر لك مثلا ان الشخص حايز على اعجاب في الصفحة مثلا زي ما ظهره قدامك هنا فانت علشان تغفل موضوع ده زي هو انت عامل اعجاب لحاجة او لايك وكمان كومنت بتدوس هنا على الاصدقاء اللي هي دي وبتخليها انا فقط وبعدين بتدوس على التالي وكده انت فعلت الميزة دي مش هتظهر اي حاجة انت عامل لها لايك لاصدقاء اللي عندك قريتل عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوفوا بها الفيديوهات